ولي العهد يوجه بدعم الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة بستة ملايين ريال البشير يشكر ولي العهد على دعمه وجهود المملكة في رفع العقوبات عن السودان مفتي عم المملكة حماية بلاد الحرمين والدفاع عنها واجب على كل مسلم سكرتيرة وفد المملكة بالأمم المتحدة المملكة حريصة على حقوق الأطفال دون تفرقة بالجنس أو العرق الصحة أكثر من أربعة آلاف حالة تسمم دوائي بالمملكة خلال عام وزارة الإسكان تستعد للإعلان عن دفعة جديدة من المنتجات السكنية الأحد القادم الشورى مطالبات بالإسراع في إنشاء شرطة البيئة الصحة تشدد على منع بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشبسات والشوكولاتة والحلوة في المقاصف المدرسية لأول مرة على مستوى الجامعات جامعة الإمام تفتتح دبلوم محامات للطالبات أرامكو بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني الصناعي لطلاب الدبلوم